السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة الفرنسية سنحاول في هذه الحصة لجابة على أسئلة مادة لورتوغراف وبركاته نبدأ بفقرة جمانترين والسؤال الأول اكتب الجمل في المفرد أو في الجمع حسب الحالة نجد الجمل الأولى هذه السلة الجميلة مدفرة نحولها للجمع فنقول الصفة بو في المفرد أصبحت بو في الجمع بإضافة حرف X وأضافنا حرف S للإسم باني لأنه أصبح في الجمع ثم نصرف الفعل آتخ الذي كان مصرفا في الجملة الأولى في الغائب المفرد أصبح في الجملة الثانية في الغائب الجمع ونضيف كذلك حرف S للصفة تخيسي لأنها أصبحت في الجمع الجملة الثانية الباستيكا في الغائب الجمعة والباستيكا في الغائب الجمعة لأنها أصبحت في الجمع وكذلك أضفنا حرف S للصفة روج ثم نجد الجملة الثالثة هذا التوب الرائع صنع في تركيا نحول هذه الجملة إلى الجمع فنقول سي مانفك تسوسين خقه في الجملة الثالثة ��� يضابة في الجمعة حرف S للصفة الإشارات و الصفة مانفكة من الاسم التسوسين ونصرف الفعل يمساعد أدخ في الغائب الجمع ثم نوطف حرف Derصفة ألصت الاسم السؤال الثانية رأي قرى هذا المدين وذلك على المسارطة المكتابات قليلاة عبر ألناط مكتابات عبر ألناطة في الحقيق فناخول أورو يكتابات العبير على المقارب ويسرع في الرائع الثالثة في المقارب العميس في القرآن أهل المزيد في جاء فعلي يقولون هذا الأخير أقولون أنهم مدين من الأسعار المفضلل الأنيل لكما أنت المفضل لكتابات العوانية والدهرام دانيونس إذن حولنا هذا النص إلى الجمع بإجراء التغييرات المناسبة تنقر الدجاجات الصغيرة الحمراء حبات الضرى في الساحة الكبيرة للمزرعة ثم يذهبنا بعد ذلك إلى الحقل المظهري لوضع بيضة طارية يصحنا فجأة للتعبير عن فخرهن والمزارعة وهي سعيدة تشكرهن بدورها ثم نمر إلى مادة التعبير الكتابي والسؤال سويلور ديزيماج يكري ان تكس بو إكس بيكي كمان انفى ديسرسو اتواى ديمو دوني يتبع ترتيب الصور وأكتب نصا تشرح فيه كيف نصنع أطواقا يستعين بالكلمات المقدمة وصنع الطوق يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي قطع الأنبوب البلاستيكي حسب قامة وسن مستعمل طوق فنكتب في المرحلة الأولى نقطع الأنبوب البلاستيكي حسب سن وقامة الأطفال وفي المرحلة الثانية نستعمل أداة ربط لتجميع حواف الأنبوب من أجل تشكيل دائرة فنكتب ونصنب لبورد تويو أفك أن غاكور كور فورمي أن ساكل نقوم بتجميع حواف الأنبوب بواسطة أداة ربط من أجل تشكيل دائرة وفي المرحلة الثالثة نقوم بتزيين الطوق بواسطة شريط ملون فنقول لتزيين الطوق نغطيه بشريط ملون